السلام اللي بنات كديري اللي بس عليكم ان شاء الله تكونوا مزيانين اليوم بلتنشارك معاكم واحد الوصفة كرامل برسالي كي يجي ناجح وكي يجي زوين وناجح اللي تقدروا تسينو به الحلويات الكريب الكيك اي حاجة كي تصايب بالبرسالي داك الشيلاش كي يجي واحد الماضق زوين بزاف وهديك الزبدة المالحة كتعطيه واحد الماضق كتعطيه واحد الماضق زوين بزاف وهذا ما كان المهم خليكم معايا المهم بالنسبة للمكونات ديال هاد الكارامل كان نحتاجو 300 جرام ديال السكار 160 جرام ديال الزبدة 400 ميليليتر ديال الكريمة السائلة انا استعملت غدي ندير كميه شوية كثيرة غدي نخليليكم في صندوق الوصف نصف الكميه اللي بغا يدير كميه غير صغيرة المهم غدي ندوزول طريقة التحضير كان اخدو مقيلة من الاحسن تكون كبيرة باش تساهل علينا العملية ونسخنوها قبل باش باش تساهل علينا داك السكار في السعي يدوب كان ديرو العافية بطبيعة الحل كتكون مهيلة باش ما كيتحرقش داك السكار كتكون مهيلة المهم بالنسبة للسكار في النول ما كان حركوش ما كان خلطوش كان خليو حتى يبدأ داك القاعدو كما كتشوفو في الفيديو عاد كان بدوو نعاونو بواحد الملعقة خشبية باش ما كيتحجرش كما كتشوفو في الفيديو انا من بعد ما بدائك الكاغا داك السكار كايدوب كما قلتلكم كان عاونو بذيك الملعقة الخشبية باش ما كيديرش دوك الحوبيبات獺 والكاغا ميت ديالني يصدق زوين سيف كان بداء نخلطو حتى كيبالينا دوك الحوبيبات ما بقاوش حي تشرت الدول بال ما ما خاشش بقاو دوك الفقاعات باش الكاغا ميت ديال كومي ينجح معاوالك المهم كيف ما كتشوفو هنا من بعد ما وجد الكغامل ديالنا هادوك اللي كيبانو بحل حبيبات راغير فقاعات مشي حبيبات اللغة العربية ودك الشي الفقاعات المهم من بعد ما وجد الكغامل غدي نزيدو عليه الزبدة في هاد المرحلة وبطبيعة الحال لي ما عندوش زبدة يعني مالحة البغصالي يدير واحد المعلقة صغيرة نتاع الملحارة المهم واحد الماضاق زوين بزاف نعيما نوصفوه واحد الماضاق خاطر المهم وخا خاطر ما كتقلش على الماكلة ولكن يعني غير تعبير مجازي المهم في هاد المرحلة ضروري متحريك مزيان مزيان بشتك السكر كي يندمج مع ديك الزبدة المهم البنات يعني ما تخافوش منه ضروري دك السكر ما كيتحجر ولا اني مع مع التحريك ودك الشي غدي نساجم دك السكر مع ديك الزبدة غير نخلطه مزيان وكيف ما قلت لكم على نار مهيه لو كان خلطه مزيان حتى كينساجم دك الشي المهم كتبقى اخر مرحلة هي الكريمة السائلة سافي هدي هي المرحلة الاخيرة كنزيد ديك الكريمة السائلة ونفس الشي تهد المرحلة خاص خاص خلطه مزيان 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 وغادي يعني وخا غادي تحجر دك السكر ولا اني مع التحريك غادي غادي نساجم دك الشي وصافة السوسكا غامل غادي تكون واجدة المهم هاد سوسكا غامل صراحة كدش واعرة بساف كتزينو بها الحلويات جميع انواع الحلويات الكيك الحل الخشخاش بساف جيل الحلويات اللي تقدروت سواء تزينو المهم كي يجي زوين زوين بساف سافي كان من بعد ما بقينا كان نحركو مزيان مزيان ومن بعد ما نساجم دك السكر مع دك السكر مع الكريمة ودك الشي كنخلي واحدة كي بداي عقاد كيف ما كتشوفو هنا من بعد ما عقاد لنا الكراميل ديالنا ومن بعد ما كي بقي يدير دكت بحلا كي بحلا كي يغلى اه 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 اردو البلا لبنات جوج دقايق تل ثلاثة دقايق وطفيوا عليه اه محيتاش اي لا خليتوه فاتلو الطياب اه غادي يولي غادي يولي بحل شي حلوه غادي يقساح اه يعني في هاد المرحلة ضروري خستكم تردو البلا يعني من كي بقي يدير هاد الهاد الهد الفقاعات ولا معرفتشنو مويم هاد بحلا كي يغلى اه اه اخليوه جوج دقايق تلاثة دقايق وكي تردوه في الكراميل ديالكم يكون واجد المهم ها هو الكراميل وجاد كتديروه في واحد البول وكتخليوه ضروري حتي يبرد عاد باش كتديروه في في شقريعه ديال زاش المهم ههنا باش نوريليكم كيفاش تقدرو التستي واش الكراميل ديالكم زيان كتاخدو واحد طبيصي كتديرو شوية ديال الكراميل وكتخليوه قيس واحد دقيقة ولا جوج دقايق وكتستيوها كبوحد الموس ولا معلقه كيفما كتشوفو عاقد وزوين هو شحل ما برد شحل ما كيعقد المهم كيفما كتشوفوه ناجح غير ضلدال ما تفوتولوش طياب والمهم ههنا من بعد ما خليتو برد شوية كيفما كتشوفوه عاقد ووحد اللون زوين المهم كيشهي كيفما قلت لكم البنات غير في اللول ما تكونوا الدوب والسكر ما تفوتوش ما تفوتولوش دعمه دك السكر حتى كيك حال ويتحرقوا ويعطي دك المضاق ديال المرورة وفي التعليم اللين كتكونوا تخليوا الصوص ديالكم تعقاد ما تفوتولوش يعني غير واحد جوج دقايق تلا تطفيو عليها باش ما تقسحش بزاف باش تبقى بحالها كاتقدروا تزينو بيها الكيك بزاف ديال الحوايش طافيه هنا من بعد ما برد من بعد ما برد الكغامل كناخدو واحد كناخدو واحد المقرعة ديال الزاش وكنخويو فيها الكغامل اه هنا رح مازال حد ما بردش بردش مزيان يعني هو شحال ما كي ما قلت لكم كي بردش حال ما كي يعقد وكي زيان وصافي هذا هو الكغامل بيخ صالي اه كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة ديال اليومة ويعجبكم هاد الكغامل وتشربوه وما تنساو الشي لاعجبكم الفيديو خليوا لي يا لايك وإلا اول مرة شفتوا لاشين ديالي خليوا لي يا سبسكرايب وبصحة والراحات الشي وصفة اخرى ان شاء الله